تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة من ضبط 109 قضايا تموينية بمضبطات أكثر من 479 طن مواد غذائية وغير غذائية وضبط أكثر من 86 طن سلع غذائية من دقيق وزيت طعام وسكر وأرز ومكرونة في مجال حجب السلع الاستراتيجية كما تمضبط أكثر من 45 طن دقيق مدعم وسكر في مجال الاستيلاء على السلع المدعمة وضبط أكثر من 174 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وضبط 98 طن حديد تسليح و20 طن أسمنت في مجال حجب مواد البناء بالإضافة لضبط 50 طن حديد تسليح في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر